قال سبحانه وتعالى في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفوسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم المودة والرحمة نعم المودة والرحمة ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نحن في هذه الأيام نسمع كثير نسبة الطلاق كثير المشاكل والغم فعندما ندخل في المشكل قلنا نلقى الإشكال في جبر الخواطر إما الزوج ما يجبرش بخاطر زوجته أو الزوجة ما تجبرش بخاطر زوجها يعني ما يتفاهموش لو يكون التنازل هذا هو الجبر الخواطر هذا هو الجبر الذي نبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما فيه مع أزواجه صلى الله عليه وسلم